بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظم الجميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته لازلنا نتواصل مع النوابغ المصرية ومصر واللاده دائما وأبدا معنا اليوم شاب من شباب الأظهر الشريف استطاع أن يحصل على المركز الأول في كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق وتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وينتظر إن شاء الله قريبا أن يعين معيدا في جامعة الأظهر معنا الشيخ معاذ سعادة أهلا بك يا شيخ معاذ أهلا بحضرتك يا سيد الشيخ أكرمتم الفقير والله بحسن الاستضافة أنت شرفتنا ونورتنا وأكرمتنا وزدتنا خيرا بحضورك أكرمكم الله يا سيدي ورده ربنا يبارك في كل باء يا شيخ معاذ عندك كم سنة أنا يا سيدنا عندي 23 سنة إن شاء الله منين من أي بلد أنا من الزقازيق من الزقازيق قرية إيه قرية اسمها جزيرة السعادة ما شاء الله وأنت أهل سعادة إن شاء الله يكرمك يا سيدي يكرمك يا سيدنا فحفظت القرآن ونت عندك كم سنة يا شيخ معاذ أنا بدأت حفظ للقرآن يا مولانا بعد الحادث اللي حصل لنا ولدته صحيحا وحصل لحادث وانا عندي أربع سنوات فقدت اللي بصر على إثره وبعدين بدأت حفظ للقرآن عندي خمس سنين وأنهيت وانا عندي 11 سنة كده أسأل الله أن ينير بصيرتك اللهم أمين وأن يحقق لك ما تريد وما يعني ترتجي إن شاء الله رضي الله عنكم نبدأ بالقرآن نسمع كده مقطع من القرآن إن شاء الله لبيكم يا سيدنا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن المقرين الشيخ معاذ خطيب مفوه وحافظ لكتاب الله يرتل القرآن ترطيلا وشاعر ومادح ومنشد ترجمة نانسي قنقر